أعلى الرغم من أن القروات التي فتحت حكومة بغداد مع مشايخ الأنبار كانت محل ترحيب السياسيين ومراقبين لكنها لم تفضي بعض إلى نتيجة لا زال دعم الحكومة المركزية لنا كحكومة محلية ولأبناء محافظة الأنبار دعم متواضع جدا ودون المستوى ما يقال في اللقاءات والاجتماعات من خلال اللقاءات مع ابتداء من رئيس مجلسة الوزراء وانتهاء بالوزراء إضافة إلى بعض السادة المسؤولين على المؤسسات الأمنية أو غير الأمنية ما يقال في اللقاءات ليس له تطبيق مع الأسف على واقع الأرض أو إذا طبق فيطبق نسبة قليلة منه لا زال الدعم محلو جدا مراقبون عزوا سبب هذا الجمود في تسليح العشائر إلى تخوف الحكومة العراقية من أن يقع السلاح في أيدي غير أمينة وهو الأمر الذي استبعده المراقبون كون العناصر التي تطلب السلاح اليوم لا يوجد شك في ولائها الوطني نواب من محافظة الأنبار استغربوا إرسال الحكومة الألاف من قوات الحجد الشعبي إلى محافظة الأنبار بينما تتباطأ في موضوع تسليح عشائر المحافظة النواب حذروا من أن دخول قوات الحجد الشعبي للأنبار يثير حساسية أهليها مشيرين إلى أن جرف الصخر حررها الحجد الشعبي ولكنه أخلاها من سكانها متسائلين أين الأمن والاستقرار حتى تعتبر تجربة جرف الصخر تجربة طيبة تثق بها العشائر نواب في التحالف الوطني تمنوا بأن الحجد الشعبي لن يكون ضد العشائر أو سكان هذه المناطق مشيرين إلى أن تلك القوات جاءت لمساعدة أهالي الأنبار النواب شددوا على أن التباطأ في تسليح العشائر يعود إلى اعتبارات إدارية وليس إلى قرار سياسي أو عدم وجود ثقة بالعشائر